ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نفخر بالمشاركة البحرينية لجمعية هذه البحرين ومركز الملك حماد للتعايش السلمي والتي تحمل رسالة سامية واضحة من جلالة الملك المفدى لمختلف دول العالم بضرورة تبني قيم التسامح والتعايش السلمي لنشر السلام يقدم المعرض البحريني فرصة مميزة لعرض إنجازات مملكة البحرين والعاهل المفدة في تعزيز مبادئ وقيم السلام والتسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان ويأتي المعرض في وقت حساس جدا بالنسبة للوضع الإقليمي الذي يحتاج إلى تبني مبدأ التسامح بين جميع الأديان السماوية كوكبة من كبار صناع القرار السياسي على مستوى العالم مرت من هنا لتكون شاهدة على منجزات البحرين في غرس ثقافة التعايش السلمي واستعراض قصص النجاح النوعية التي حققتها المملكة في زرع بذور التسامح والإيثار مبنية على قبول الآخر من معتنق الأديان السماوية وغير السماوية ومد جسور التواصل بين الشرق والغرب في التعايش من بابه الواسع نحترم المبادرة البحرينية الرائدة ونحترم جهودها المبذولة في مجال الحرية الدينية والثقافات وحرية التعبد والبحرين تروج له وتمارسه بقوة وهذا أمر حميد ورائد على مستوى العالم وأعتقد أن البحرين سباقة على مستوى منطقتها والعالم في هذا الشأن كما نشيد بجهود جلالة الملك في سبيل الارتقاء بالتسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والثقافات نثمن عاليا ما تقوم بها مملكة البحرين وخاصة جمعية هذه البحرين ومركز الملك حمد التعايش السلمي في مواصلة بذل جهود استثنائية في مجال تعميم قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب إن ما يميز تجربة البحرين هو طرح مناقشات مثمرة في كيفية إيجاد توليفة بين الإعلام والتعليم والتسامح الأديان بغي تنشر ثقافة التسامح بصورة أكثر شمولية ولجعل المجتمعات أكثر تسامحا بعيدا عن كافة أشكال العنف والتطرف ونؤكد هنا على أهمية مبادرة مملكة البحرين في التسامح والتعايش السلمي وإشراكها مع العديد من المنظمات غير الحكومية ومختلف الدول في مقرر الأمم المتحدة لمعالجة كافة الملفات المتعلقة بمحاربة الطرف ونبذ العنف في تبني المملكة لأرقى القيم الإنسانية النبيلة على الدوام تكون قد نقلت لكافة الأمم قدوة حسنة لبيئة بشرية بعيدة كل البعد عن ضروب الفرقة والتعصب مانحة المجتمع الدولي قالبا إنسانيا يسهل نشره لكافة الشعوب على وجه هذه البسيطة ويجدد التأكيد على مدى جوهرية التعايش السلمي وسحرية تأثيره على السلام وأمن المجتمعات اشتركوا في القناة